السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر ياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كل عشان كل جديد بأعمل وصل لحضراتكم ونسوش تحطوا اللايك فضلا رئيسة أمرا متعالوا معايا على الخبر إصابة 12 شخص في انقلاب سيارة بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية الخبر بيقول أصيبة 12 شخص في انقلاب سيارة تحمل عمال بوصلة أبو سلطان أمام السوب الزراعية بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وعلى الفور تم تدفع بعشر سيارات إسعاف وتم نقلهم من مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسجحات بالجسم وكسور وجروح ترقى اللواء منصور لاشين مساعد وزارة الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اختار من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد انقلاب سيارة تحمل عمال بوصلة أبو سلطان أمام السوب الزراعية بطريق إسماعيلية القاهرة الصحراوي وأصفر الحادث عن إصابة 12 شخص وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية عشر سيارات إسعاف وتم نقلهم من مستشفى جامعة قناة السويس تلقي العلاج وكان وقال مصدر تبي أن المصابين مقيمين في مركز ومدينة أبو كبير في محافظة الشرقية وتنوعت إصابتهم زي ما قلت بين كدمات وسجحات بالجسم وكسور وجروح وتحرر محضر بالواقع